بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ محمد الإبراهيمين أوافقك الرأية تماما فلا يجب أن يبلغ القارئ في الإتيان بالنغامات والمقامات على حساب أحكام التلاوة بل يجب أن تأتي موافقة لأحكام التجويد دائما أعود إلى المتنافسين ومع وليد فاسي من الأغواط أنت تملك صوتا جميلا نديا أداءا وصوتا استفتحت تلاوتك من نغمة الرصد خلافا لجميع من سبقك من المتنافسين والمتنافسات وانتقلت إلى نغمة النكريز لكن انتقالك إلى نغمة البيات لم يكن مؤسسا لم يكن سليما في الأخير استمعنا إلى نغمتي النهواند والكردي ثم عود إلى الرصد نصيحة لك حاول أن توزع نفسك بشكل أفضل زخارف جميلة لكنك أحيانا كنت تحيد عن الوطر كما يقال لو أنك تحكمت أكثر في صوتك عند الأداء لكننا استمعنا إلى تلاوة أرواح منسبة لي المتنافسة أسماء بلطاس من جيجل صوت جميل وأداء حسن حضور وثقة في النفس استفتحت تلاوتك من نغمة البيات وانتقلت إلى الحجاز ثم إلى النهواند ولكن من دون تحضير ثم الكردي بطريقة غير سليمة أيضا ومن غير تحضير طريقة الانتقالات انتبه إليها حتى تأتي موفقة للذوق السليم لكن على العموم تلاوة طيبة برك الله فيك نسبة للمتنافس محمد الآمين شيخاوي من المسيلة صوت جميل وأداء حسن أنت تعلم أن القراءة بمرتبة التحقيق تتطلب مجموعة من الإمكانيات كطول النفس وتحكم في الصوت ودراية بعلم النغم حاول أن تحسن ذلك وأن تزيد من إمكانياتك استفتحت تلاوتك من نغمة البيات واستخدمت جنس الحجاز على رابعة البيات من دون الإتمام بطريقة العمل بهذا الجنس الحصول على البيات شوري ثم انتقلت إلى الرصد من غير تحضير من رابعة البيات أيضا فالنهواند صياغ نغمية جميلة غير أنك لم تتقن القفل والنهايات بالشكل المطلوب كما أنني لمست عدم الاتزان في نبض التلاوة في بعض المواطن طبعا أظن أن الارتباك قد نال منك بعض الشيء لكن على العموم تلاوة طيبة خاصة أنك تمتلك إمكانيات لا بأس بها المتنافسة نسرين جلاوجي من صطيف صوت جميل وأداء حسن قرأت من نغمة البيات والحجاز والكردي والصبى وأحسنت التعبير منها جميعا لو أنك ركست أكثر ولم ترتبك لكان أداءك أفضل فصوتك جميل وأداءك حسن ثم ثق بنفسك وتوكل على الله أنت تقرأين القرآن أنت تقرأين كلام الله عز وجل بارك الله فيكم جميعا